بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء بهذا المقطع بإذنه تعالى رح نحل أسئلة الهندسة باختبار جامعة اسطنبول لسنة 2019 السؤال الأول عم بيقلي AB بوازي DG إذن AB بوازي DG يعني هذا الشكل عندي شبه منحرف أو ياموك عندي نسبة AB على DG هي 2 إذن AB على DG هي 2 يعني إذا هون عندي 2K لا شك أنه هون K A A على A D كمان 2A A على A D يعني إذا هون 2A هون لازم يكون عندي A AF طوله 12 أعطيني يا عم بيطلب مني طول X شباب هذا النوع من الأسئلة بنحل بطريقتين ممكن أحله خارج الياموك أطلع لبرة أمد لبرة أشكل كلبك وممكن أشتغل من جوه رح نحاول نحله بكل الطريقتين الطريقة الأولى أني كيف أطلع خارج الياموك شباب اتطلعوا النقطة الفاصلة بين الـ 12 والـ X من عند بدي أنطلع أشكل كلبك أطلع لبرة أكيد رح أطلع إذن بهذا الاتجاه طيب لو أنا مديت خط بهذا الشكل كملت هيك طلعت لبرة تمام أيضا لو جيت من هون هيك شكلنا هذا كلبك مدينا هذا الضغع هيك لاحظوا هون صار عندي توازي رح أسمي هاي النقطة هون H مثلا وقلت لكم لاحظوا كيف صار هون طبعا في عندي توازي هذا الضغع هو امتداد DG أكيد بيوازي الـ AB النسبة عندي اتنين فوقه واحد فالتنين K فوقه أكيد هون رح يكون عندي K هلأ بإمكاني شو أساوي أشتغل بقى هلأ على كلبك اللي بيحود X رح أخذ كلبك كبير بهذا الشكل من B لا H لا J لا A لا B بهذا الشكل لاحظوا النسبة بالكلبك كيف صارت صار عندي هون تحت 2K وفوق 2K إذن فيه تساوي معناتها الـ 12 بتساوي الضغع اللي فوقه اللي هو الـ X إذن الـ X بيطلع 12 يعني الجواب هو B هاي كانت الطريقة الأولى اللي هي بتعتمد أنه أنا أطلع خارج الشكل الطريقة الثانية بنرجع بنكلب النسب هون عندي 2K هون إنك هون 2A هذا عندي A الطريقة الثانية بتعتمد أنه أنا أشكل أخذ أسحب خط موازي داخل جسم داخل جسم اللي عمك لو سحبت خط من النقطة A بوازي DG طيب أنا مشان ما يطلع عندي كسور رح أنتبه شوي بدي أشتغل هون تشابه مسلسات بهذا المسلس مسلس DG A طبعا رح أسمي هاي النقطة هون بالنقطة H نسبة التشابه شباب هي 2 إلى 3 يعني لو فرضت هذا هون عطيته 2K أكيد القاعدة هون رح تكون صارت 3K وبالتالي أنا ضربت هون بتلاتة فبدال الـ 2K أحسميه 6K إذن هون صار عندي 6K طيب أنا هون صار عندي خلصنا من الموضوع التشابه طالعت أنا النقطة هون 2K طالعت هذا الطول طيب أنا هلا رح أشتغل على الكليبك اللي هو هون بهذا الشكل من عند الـ H للـ A للـ B للـ A لاحظوا شباب الـ 6K عطتني 12 معناته الكا عم تعطي 2 إذن هون هذا الطول لازم يكون عندي 4 إذن من F لـ H 4 هلأ شباب نفس النسب نفس النسب عندي يعني هون مثلا خلينا نرجع على تشابه المسلسات لاحظوا هون 2A معناته هون هذا الطول لازم يكون 2B وهون بيكون عندي B اللي 2B عطتني 16 معناها الـ B رح يعطيني 8 وبالتالي صار الـ X 4 و 8 صار الـ X هو 12 لا شك أنه الطريقة الأولى هي أبسط كانت السؤال الثاني عندي مستقيم أول بوازي مستقيم ثاني وفي عندي منصف ومنصف على الرسم موضحين زاوية 150 عبي طلب G B D عبي طلب مني قياس الزاوية X شباب الزاوية اللي عم تحددها المنصفات لو سميتها الزاوية هون A معناها هيئة الزاوية هون B أيضا B بلاحظ أنا هون صار عندي هذا الشكل سميناه بزمانه متل رأس القلم قالنا هون لازم يكون مجموع زوايا هذا الشكل لازم يكونوا 360 درجة طب أنا عندي هون 150 معناها مجموع كل الزاويتين الاتنين B مع اتنين A إذن الاتنين A زائد الاتنين B لازم يكونوا مكملات المية وخمسين لتلاتمية وستين فإذن ميتين وعشرة معناها الآ زائد البي بيطلعوا 105 درجة طب أنا عم بيطلب مني الاكس انتبهوا شباب أنه الاكس هي زاوية خارجية في المسلس J D B إذن بتساوي مجموع A زائد B معناها أنا مباشرة حصلت على الاكس اللي بديها فالجواب هو J بهذا السؤال عندي متوازي أضلاع عم بيعطيني أنه أضلاعه متوازي A B بيساوي أربع مرات A A يعني إذا كان A A K ف A B أربع K إذن A A K A B كله أربع K إذن تبقى هون 3 K B J بيساوي ست مرات B F إذا كان ال B F هو K عفوا مو K A هون رح يكون عندي ستة A إذن B F A ف B J كله ستة A إذن هون عندي لازم يكون خمسة A عم بيقلي مساحة المسلس A B J عفوا A B F هي ثلاثة إذن A B F هون ثلاثة هذا مساحته عم بيطلب مني مساحة كامل الربع متوازي الأضلاع كاملا شباب لو أنا وصلت J مع A بهذا الشكل بلاحظ أنا هون تشكل عندي مسلس الأساسي هذا A B F ومسلس كبير A B J اتنينة هون مشتركين بالزاوية هون الألفة لو اعتمدت على قاعدة الساين رح أخذ الأضلاع اللي حول الزاوية ألفة ضربت ال A ب 3 K رح تعطيني أقول 3 A بهذا الشكل هلأ المسلس اللي كبير A B J أيضا زاويته ألفة رح أخذ هذا الطول 6 A وهذا الطول هون عندي أربعة K 6 بأربعة أربعة وعشرين إذن كل ياته أربعة وعشرين معناها تبقى بشيل مننا 3 A بقي عندي هون 21 A لو اتطلعت شباب على المسلس اللي الصغير عاطيني عم بيقلي مساحة A B F مساحته 3 وأنا عم بقول 3 A طلع معي معناها ال A عم بيعطي 1 معناها هده هون مساحته 21 هده القطة إذن ال A J هذا نصف المسلس بيسمي المسلس النصين هون عندي أربعة وعشرين معاته هون أربعة وعشرين فالمساحة الكلية صارت 48 إذن جواب A بهذا السؤال هون عندي مسلس قائم فيه عم بيقلي مركز سقل أعطيني فيه تعامل تعامل مبين B H طوله 8 وهون عندي الطول 10 عم بيطلب مني X لو أنا وصلت من A لمركز السقل مديت هذا الخط أكيد رح يكون هو خط متوسط رح ينزل بمنتصف الضلع B G طب الضلع B G كله طوله 18 إذن رح يقسمه 9 بتسعة يعني هون 8 لازمني هون بيقى 1 وهذا بدال العشرة رح يكون عندي صار طوله 9 وأيضا رح تشكل عندي سلاسية رائعة أو مهتشام أجلوب إذن طول B هين النقطة K مثلا B K بيساوي K G بيساوي A K إذن هذا الطول من A ل K كله أصبح هذا الطول 9 طب نحن بنعرف أنه مركز سقل بيسمني الخط المتوسط لأ مثلا A باتنين A يعني هون رح يكون عندي 3 وفوق رح يكون 6 بهذا المسلس G K H صار عندي الوتر معلوم معلش رح أكبره شوي والضلع هون معلوم الضلع القائم مطلوب مني حساب الـ X X للتربيع بيساوي مربع هذا عندي 9 راح 1 إذن 8 X مربع صار عندي يساوي 8 معناها الـ X رح يكون 2 لجزر 2 جواب B السؤال الأخير عندي A B J D إذن هذا عندي مستطيل عم بيقلي فيه هون عندي قطره الأول وقتره الثاني راسمني إياهون عم بيقلي A K بيساوي A L إذن هذا الطول A K عم بيقلي بيساوي A L إذن هذا مسلس متساوي ساقين أيضا هون عم بيقلي قياس A K L 75 إذن عندي A K L هاي الزاوية هون 75 عم بيطلب مني قياس L K B L K B بده هاي الزاوية هون اللي هي X أولا ما انتبه المسلس A K L متساوي الساقين معناها هون عندي 75 150 صار مجموع معناها الزاوية هون 30 درجة ما مننسى تماما شباب إنه أقطار المستطيل متساوي يعني هون بيقلي هون بيقلي هون كمان فصار المسلس A K B متساوي الساقين إذن هون زاويتي 30 درجة طب لو أنا جيت طلعت على هذا المسلس L B K بلاحظ إنه الزاوية 75 هاي هي زاوية خارجية في المسلس فبتساوي مجموع 30 زائد X إذن X لازم تكون 45 درجة حتى يطلع المجموع 75 فالجواب هو B